تفاصيل نوفا مع زميلة حسيبة كروشة لمبك حسيبة أهلا مساء الخير طارق مساء الخير مشاهدين أمطار رادية إن شاء الله ستكون حاضرة مساء اليوم على المدن الداخلية الغربية بالخصوص كذلك إن شاء الله نمذج الرقمية للرصد الجوي طويلة المدى تشير إن شاء الله بداية من يوم الأربياء ستكون كتلة هوائية جد حارة ستكون هناك درجة حرقية سية ستخص المناطق الغربية والوسطى بالخصوص الساحلية منها يعني نحن نعيش أجواء نوعا ماء حارة وهذا مقارنة بالأيام الماضية يرتقب أن تتعدى عتبة الأربعين درجة يعني تتروح بين الربعين إلى غير ربع وربعين درجة مئوية تحت الظل على السواحل الغربية والوسطى بالنسبة للمدن الداخلية الغربية والوسطى إن شاء الله بداية من يوم الأربياء يرتقب أن تلامس عتبة الخمسين وأربعين إلى سبعين وأربعين درجة مئوية تحت الظل ونشوفوا التفاصيل مع بعض والبداية بالتنبيه فيما يخص تساقط الأمطار والذي أصدرته مصالح الأرصاد الجوية صباحة اليوم حيث أكدت من خلالها على تساقط أمطار تكون معتبرة محليا بكمية تصل إلى غاية العشرين مليمتر بداية من الساعة الثلاثة بعد زوال اليوم تستمع الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية منتصف الليلة الولايات المانية كل من ولاية تدي بالعباس تليمسان البيض سيدة وولاية النعام إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير الآن نرح نشوف مع بعض خلال توزيع الكتلة الهوية ودرجات الحرارة إن شاء الله المرتقبة خلال الساعة المقبلة بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس أجواء حرى يوم غد الثلاثة نسجل ما بين حوالي 35 إلى غاية 44 درجة بي شمال البلاد بالنسبة للمناطق الجنوبية ما بين حوالي 40 إلى غاية 46 درجة كأعلى مقياس بالنسبة ليوم الأربعة ويوم الخميس نلاحظه الكتلة الهوية الحارة وجد حارة إن شاء الله مرتقبة نسجلها على السواحل الغربية وكذلك الوسطى وعالي راح نسجل ما بين 40 إلى غاية 44 درجة على السواحل الغربية والوسطى بالنسبة للمدن الداخلية الغربية والوسطى أجواء كذلك ستكون حارة ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية تحت ضل كتلة هوية حارة كذلك ستشتاح الجنوب الغربي دائما نرقان إن صالح تندوف كذلك تميمون بن عباس بشار وأدرار ب47 درجة مئوية تحت الظل بالنسبة ليوم الخميس الأجواء تكون أكثر حرا مقاراة بيوم الأربعة كما نلاحظه في السواحل لون أحمر قاتم يميل إلى السواد ويتعرف المدن الغربية والوسطى بالخصوص يعني درجات الحارة إن شاء الله ما بين 44 إلى غاية 47 درجة نفس درجة الحارة إن شاء الله سنسجلوها بالمناطق الجنوبية وهذا يوم الخميس بالحديث عن التقص الحار يجرون الحديث عن حالة البحر إن شاء الله بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس اليوم غدا ثلاثة بحر نوعا مضطرب إلى هائج محليا وذلك خاصة على السواحل الغربية والوسطى والرياح تكون قوية سرعة ما بين 40 إلى غاية 50 كم في الساعة لكن على السواحل الأشرق يكون بحر هادئ وجميل مع ريح ضعيفة لن تتعدى سرعتها 20 كم في الساعة بالنسبة ليوم الأربعة وكذلك يوم الخميس سيكون بحر نقدر نقل له هائج محليا على السواحل الغربية كما نلاحظوا في السورة ومن قليل إضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى ويبقى دايما قليل إضطراب إلى هادئ وهذا على السواحل الشرقية إن شاء الله اتجاه الموجة رح تكون من شرقية لشمالية شرقية للسواحل الغربية والوسطى وشمالية تماما على السواحل الشرقية للبلاد بالنسبة لدرجة حرارة مياه البحر قادم البحر دافئ سجومة بين 25 إلى غاية 26 درجة إن شاء الله أجواء صيفية حارة هي سمة التقصى المرتقبة بحل الله خلال الساعات المقبلة وتكون هناك درجة حققية استثنائية يومي الأربعاء والخميسة على غرب ووسط البلاد بهذا مشاهدنا سريطي ورقة تحول التقصى نعود الآن إلى طارق الاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حصيب على كلها